الضمان الصحي رح يشمل القطاع الخاص والعام لو فقط القطاع العام نعم الضمان الصحي لكل مواطن عراقي نعم بل قانون الضمان الصحي لكل مواطن عراقي وأيضا كل وافد أو مقيم أجنبي يصل إلى العراق لازم يكون عنده تأمين صحي جيد وهذا أيضا جزئية أخرى انضافت إلى جزئيات النظام الصحي لكن تعرف ما ممكن تطبيقه على كل سكان العراق دفعة واحدة فبالتالي صير إلى اختيار جزء من فئات المستهدفة جزء من الموظفين وجزء من المشمولين في شبكة رعاية الاجتماعية وجزء من المتقاعدين وجزء من مرضى التوحد هذه للفترة التجريبية للتطبيق التجريبي الأولي واللي هو تم اختيار فئة تقريبا 300 ألف مضمون هذه حتى تعرف مشروع بهذا الحجم ومشروع بهذه التفاصيل يحتاج تشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات اللي يتواجهه ممكن المشروع حتى تنضج التجربة وتكتمل وبعدها يتم اعمامها على باقي الفئات واعمامها على باقي المراحل وباقي المحافظات